السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الأربعاء 23 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج السرطان وضع رحضل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 5 و23 دقيقة من صباح يوم الخميس بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 49 و42 دقيقة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو وبما أن القمر اليوم موجود في برج السرطان معناته اليوم نشعر بقوة المشاعر والعواطف وحسسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط نحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبانا ولأطفالنا ومن ميل القيم بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى ممكن اتراودنا بعض الذكريات اللي بتجعل البعض منها يذرف الدموع أثناء تذكر الماضي احنا بحاجة للمزيد من الاهتمام للأكل والشرب ومراقبتهم بشكل جيد لأنه بالفترة هاي الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة أما بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و21 دقيقة بعد منتصف الليل يعني ساعة الفجر بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى النشاط الذاكرة وسرعة البديهة وبتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات وخصوصا للأعمال التجارية وبصير عنا ثقة بالنفس على اليوم نتألق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو مواجهة تجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار السوداء والشكوك والغيرة والأمور هاي وبتسبب خصومات مع النساء يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أن نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية راح تكون الساعة 10 و15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية إيجابية بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عنا المعدة والكبد والصدر الغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئى وغشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش قص المعدة أو رنج المعدة أو أي شيء يتعلق بتجميل المعدة اللي لها هدف تجميلي اللي هي مثل تحويل المعدة أو قص معدة أو رنج أو أشياء من هذا القبيل يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود ما زال في برج السرطان لغاية يوم الغد الخميس طبعا صباح يوم الخميس عندنا خلوم مسار بيبدأ الساعة 4.47 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش بينتهي الساعة 5.23 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمر 21 يوم في تمام الساعة 8.9 دقائق مساء بتوقيت جرانتش نبدأ باليوم لـ 22 نسبة الإضاءة 54% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 طبعا منتحس بنسبة 15% الآن ساعة العصر منتحس بنسبة 40% القمر في السرطان حتى يوم 24-10 سعيد بنسبة 70% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 30% ساعة الظهر سعيد بنسبة 60% ساعة العصر سعيد بنسبة 45% أما في ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في العقرب حتى يوم 22-11 سعيد بنسبة 45% الزهرة في القوس حتى يوم 11-11 منتحس بنسبة 40% المريخ في السرطان حتى يوم 14-11 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 42 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوط بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوط بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل اليوم تنهمك في أمور الهاصلة بالبيت أو العائلة أهمش أنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حذروا الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك إلى عباء كثيره وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات ويعتبر هذا اليوم مناسب لإجتياز امتحان دافع عن مبادئك ولكن بليوني ودبلوماسية وانتبه لا كلامك واحفظ خط العودة بتتم من اليوم لقاءات أو اجتماعات عمل مفيدة وتتخذ خلالها بعض القرارات المهمة برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل على هدية أهم شنو تخففوا من النفقات نظم أمورك المالية وما تسمح للأقصاط بالتراكم ادفع المستحقات والأولويات المطلوبة منك وما تدع أحد يغشك وما تندفع بتوظيف أموالك برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان اليوم أنتم مشحونون بالنشاط الحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شنو ما تترددوا في فرض وجهة نظركم إذا كنتوا على حق بتزداد عزيمتك وترتفع المعنويات والحظوظ بتكون ناجح في تحركاتك في أي اتجاه فترة إيجابية بتلمس انفراج وتقدم بالنسبة لما وليد برج الأسد بيسيطر التعب عليكم خلال هذا اليوم أنجزوا فقط ما بغسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة بتكون هاي الفترة فارغة ممكن تخفي عداوي أو مؤامرة لأن القمر موجود في بيت المتاع بدك تكون حذر عليك تجنب المشاكل راعي أعمالك وسيرها وسيرها وخذ بعين الاعتبار التأخير في المواعيد والنشاطات أصبر لغاية صباح يوم الغد برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا خلال هذا اليوم وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن تجنبوا انتقاد أي شخص بتحتاج اليوم أنت لحجد التأييد وباستطاعتك كسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك ونجاح وانتشار ولكن حاول أنك اليوم تنجز كل أعمالك الضرورية والمهمة قبل صباح يوم الغد لأن القمر رح يوصل لبيت متعبك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش أنك ما تشوه سمعتك لأن الظروف ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهمة كن منتبه لكل شيء وما تترك الطيش أو إلا هو يتسبب بأخطاء لا تغتفر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم تنشطوا في مسائل تتعلق بسفر أو اتصال بعيد أو معاملات أو أوراق ولكن بدك تكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميل الاسترخاء والاستجمام ولكن يجب أن تحذر من الفوضى فترة مناسبة للتشاور والعقد المفاوضات والمشاركة في مختلف النشاطات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه في فرصة لمكسب مصدر الشراكة أو تعويض وبترغبوا في لفت الأنظار وتبدد الأجواء السلبية حاول أنك تخرج مع الأصدقاء وامرح فكر بالغد باستقرار وضعك المالي وما تستعجل توقيع أو عملية تجارية حاليا حاول أنك تدرس الفكرة أكثر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة شراكة مالية شراكة عاطفية ولكن تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاكم اتجنب الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها وحاذر من المواجهة الكلامية الأجواء سلبية جدا وما تسمح لأي شخص أنه يستفزك ويكون تكون سبب باختلاق المشاكل وحاذر مخالفة التعليمات والقوانين أيضا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم خلال هذا اليوم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا أنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع زميل في العمل بتكثر عندكم التنقلات ورشات العمل ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحدهم كما أنه ممكن تكون هيك في بعض المسئوليات والالتزامات على أنواعها فبدك تحاول أنك تتممها كن حريص على صحتك أيضا لأنها فترة دقيقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم أيضا هذا اليوم هذا اليوم جيد لممارسة هواية أو الاهتمام بمظهركم أو حتى بعواطفكم أو بأحبائكم ولكن لا تسمح لأي شخص بأنه يغشك تحمل لك هذه الفترة انفراج بسيط وتعاطف عشان هيك حاول أنك ما تقف مكتوف اليدين بل تحرك وحصد بعض النجاحات هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء